ومن حيفا عروس البحر مشاهدين الأعزاء صباحنا غير بفتح نافذي على سوريا الحبيبي وأبو أخذكم في بث مباشر إلى مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية المطل على جبل قاسيون ونصبح بالخير على ضيفتنا ألا دغستاني أخصائية نفسية ومدربة إرشاد يسعد صباحك يا ألا يسعد صباحك ألا يسعد صباحكم يسعد صباحكم الله يسعدكم يا رب أهلا فيك معنا في هذا البث المباشر يعني هاي أول مرة من طل عبر شاشة فضائية مسواة الفلسطينية على أشقائنا وإخواننا في سوريا الحبيبي فاسمحي لنا بداية نعايد كل الأمهات والمربيات الفاضلات وكل نساء الوطن العربي من خلالك وأهلا وسهلا فيك معنا في صباحنا غير كل عام وأنت بخير سيدة ألا أهلا فيك حبيبة ألبي الله يسعدك يا رب وأنت بألف خير والأمهات جميعا بألف خير يا رب إن شاء الله دائما كيف احتفالية الأمهات عندكم في دمشق والله يعني تلاقي كل ما احتفلين بأمهاتهم يعني مبارح ما شاء الله السوق كلهم يجيبوا هدايا والعالم يعني أكيد الكل بحبي يحتفل بأمهاته أكيد يعني كما هو الحال في فلسطين كما هو الحال في فلسطين طيب ألا حضرتك مثل معرفنا عنك بتعريفك المهني حضرتك أخصائية نفسية ومدربة إرشاد وبدون شك نظريات يعني عالم أو مجال ألم النفس هي واحدة ولكن ربما التعامل معها والتجربة الشخصية والخبرات تختلف من يعني مكان إلى آخر إذا بدنا نحكي في هذا اليوم وانطلاقا من خصوصيته شو المقولة اللي بتقدميها لمشاهداتنا كأخصائية نفسية بما يتعلق بموضوع دور الأم في التربية ودور الأم في الأسرة عفوا ودور الأم في المجتمع ككل الأم باختصار هي الحب يعني أنا ما بقدر أني أقول غير هيك يعني هي اللي بتقدم الحب وهي اللي لازم تقدم يعني الحب ما في يعني ما بقدر اختصرها أو ما في مقولة معينة بقدر أقول أنه نحن لازم من أولى يعني أنا بالنسبة لإلي بشوفها الحب هذا تعريفة يعني ألا طبعا يعني لازم تقدم كل شي بحب أفضل لا أي تفضل أوكي طيب إحنا شوي بيأخذ وقت لتسمعينا سيدي ألا بما أنك أنت أخصائية نفسية وطبعا عندك تجربة ناجحة بالتوفيق ما بين العمل وما بين البيت طبعا من كل هاي المنصة النفسية حسب رأيك شو هي الإحتياجات النفسية اللي بتحتاجها المرأة العصرية اليوم اللي عم بتعيش في ديناميكية ضاغطة ما بين العمل وما بين المسؤولات المسؤوليات المنزلية والعائلة والاهتمام بالعائلة تمام هلا أول شي أنا بحب سميها ضغوطات يعني هي بس بتحتاج بنا لشوية تنصيق أنا بس سميتها ضغوطات نفسيا إلها تأثير علي أن تضغطني يعرفتي كيف الكلمة بحد ذاتها إلها تأثير صحيح معكها فأنا نفسي ما بحب سميها ضغوطات صراحة يعني ما بحب سميها أنه هي مشكلة أو هي ضغوطات أنا اللي بقدر أني أتحكم فيها طبعا هي المرأة بحاجة أنها تكون عندها ثقة بنفسها وثقة بقدراتها وبحاجة أنه يكون عندها تنظيم لحتى هي تكون قادرة أنها تعمل هاي المهمة وهي مالا مهمة شاقة بالقدر يلي فينا نقول عنه أو الناس بتصوروا على أنه هم كتير شيء شاق بس أهم شيء المفروض تعمله لأم أهم شيء هي أنه تكون عم تعطي حق لأولادها بشكل منيح يعني أنا لما يكون عندي أولاد عندي شغل عندي دراسة عندي التزامات مهم جدا أنه يكون في عندي وقت جيد وكافي لأبنائي بحيث أنه أعطيهم تعويض عن هذا الوقت يلي أنا عم كون مجغولة عنه يعني ألا سؤالي لحضرتك بدون شك يمكن النظرة تجاه الإرشاد النفسي والتعامل مع المستشار والأخصاء النفسي تختلف ما بين منطقة إلى أخرى وبدون شك حضرتك بتعرف أنه هناك ربما زي ما حكيتي ما بدنا نقول صعوبات ربما تحديات تواجه المرأة في المجتمعات العربية تحديات تحديات وبشكل خاص بدي أقول المرأة الفلسطينية وبالتالي أيضا المرأة السورية هل في سوريا من خلال تعاملك اليومي في هذا المجال فعلا هناك إقبال بالتوجه ربما لتفريغ الشحنة السلبية ربما للاستشارة النفسية فقط لمجرد كون المرأة في قبعة الأم التي تواجه هذه التحديات التي نتحدث عنها هلأ في إقبال في نسبة وعي كويسة وبشوف أنه في إقبال بشكل كتير كبير من النساء العربيات بالعموم لمجال الإرشاد أو لمجال أنه كيف يتعاملوا هنين مع أنفسهم أو مع أبناءهم فبشوف أنه في نسبة جيدة من الوعي بهذا الموضوع والتوجه للاستشارة وحتى للدورات التدريبية حلو ألا يعني أنا كمان بوافق معاك بقصة أنه التحديات مش ضغطات ولكن إحنا بنعرف أنه المرأة حساسة ومشاعرها مرات كتير بتغلب عليها ولهيك كتير مرات بتشعر بالتقصير كأخصائية نفسية كيف تنصحيها أنه تدير هاي المشاعر أنت قلت أنه التحديات هاي مش ضغطات وأنه بترفضي هاي الفكرة وبتفضلي أنها تكون إدارة وتنظيم فكمان في عملية إدارة للمشاعر والأحاسيس كيف يمكن للأم والمرأة العربية أن تدير مشاعرها وحساسيتها المفرطة؟ هلا أهم شيء حتى تدير هي هاي المشاعر لازم أنه يكون عندها توازن لكن هلا إحنا ليش المرأة بتشعر بالتقصير تجاه أبناء لأنه هي بتحس أنه ما عطتهم الوقت الكافي فهي لما تعطيهم الوقت الكافي إجباري نحنا المشاعر عندنا لح تخف يعني أنا مشاعري بترتفع وبتخف حسب ما أنا أكون عم أدم حسب السلوك اللي أنا عم ساوي فلما يكون أنا السلوك اللي أنا عم ما ساوي أنه أنا عم بعطيهم حق وكل يوم ولو أنه جزء بسيط كل يوم حسب وقتي فأنا أوكي مبدئيا أنه أنا ببقى مرتاحة أنه أنا لازم ما أقعد عزب نفسي أنه لأ أنا ما عطيتهم حقهم لأ أنا كان لازم أعطيهم أكتر أوكي أنت نظمي وقتك أهم شيء أعطيهم كل يوم وجزء بسيط من وقتك هذا مهم جدا وبعد يعني مثلا بالإيجازات أعطيهم جزء أكبر أعملوا لهم هذا الشيء وخلص استمتعي فيه ما تقولي أنه لأ أنا كذا لأ أنت هذا وقتك حتى لازم يكون فيئلها وقت لنفسها هي كيف بدها تدير مشاعرها وهي عندها مثلا الشغل وعندها البيت وعندها الأشياء وما عملت شيء خاص فيها ما بيمشي الحال لازم أنه يكون فيئلها وقت خاص لنفسها مثلا أنا بنصح كتير بموضوع رياضة أو يكون عندها نشاط معين بحياتك اليوم أو كذا مرة بالأسبوع بحيث يكون عندها تفريغ للتوتر هذا كتير بساعدها على أن تكون هي مرتاحة مع مشاعرها أنا ما بقدر دير مشاعر بمجرد أني وقف أتحكم فيها بطريقة معي لا أنا بدير المشاعر بالأفكار وبالسلوك ما هي الأفكار والسلوك وعندي مرتبطين مع بعض مع المشاعر فأنا لما بعمل أفكار لما برتب أفكاري بشكل صحيح وبعمل السلوك عندي بشكل صحيح أني أنا حطيت خلاص خطة ومشيت عليها فالمشاعر عندي تلقائيا حتكون بشكل جيد طالما أنا قدرت أني دير الأفكار والسلوك عندي بشكل جيد بس هذا الشي بيحتاج لأن الوحدة تحط خطة ما قدراني هي تحط خطة فبتستعين بحدة يساعدها أنها تحط خطة ولازم تمشي عليها وتكون هاي الخطة مثلا خطة مرينة لإلها سلسة ما تحط شي فوق قدراتها فوق طاقاتها فبالتالي تعذب نفسها فيجيها مشاعر سلبية أكتر وبرجع أقول أنا لحتى تكون مشاعري إيجابية لازم أني أنا يكون عندي وقت خاص لنفسي بعيدا عن البيت عن الشغل عن الأبناء عن أي شخص بالدنيا يعني ألاع على ذكر المشاعر الإيجابية بعرفش قدرين نوصل لك من نبرة صوتنا يمكن مشاعرنا الأكثر من رائع لما إحنا شايفين في الخلفية من وراء حضرتك عبر شاشتنا دمشق فإحنا محملينك مسؤولية كبيرة في هاي النافذة وإنه من خلالك عن جد قدر نوصل من صباحنا غير تحية لكل امرأة لكل أم لكل مربي في سوريا الحبيبي وأكيد بدنا نستغل النافذة أخيرا لحتى نسمع أيضا تحياتك للأمهات الفلسطينيات والله تحياتي للأمهات الفلسطينيات وأنا كتير بحييهم لأنه هننا نعم يعني يقوموا بشيء مضاعف عن أي أم تانية بالمجتمع يعني بسبب الوضع اللي هننا نميشوا عن جد من قلبي تحية كبيرة لإلون تحية حب ولكل أم للأمهات السوريات لأمي لكل أم موجودة على وشكرة أرضية تحية حب كبيرة من قلبي لإلون كلها يعطون وشكرا كتير لإلون ولمجهودهم اللي عم يعملوه لشي اللي عم يقدمو لنا يا شكرا وشكرا لكم كتير على هالاستضافة الحلوة وهالا الحوار الحلو شكرا إلك على اندغستاني كل عام وانت بألف خير يعني ما أجمل هذا الصفاح يا جماعة اللي بجمعنا من خلال شاشة واحدة دايما منقول كنا نحلم يمكن عن جد اليوم الحلم يتحقق احنا في بس مباشر عم نتحدث مع ضيوفنا في الدول العربية الشقيقة واليوم افتتحنا هاي النافذة مع سوريا وتحديدا من مكتب الهيئة العامة للإذاعة وتلفزيون الفلسطينية في دمشق تحية لكم جميعا